وقف التوظيف لمدة سنة طيب أنا اللي حكيت عن 5000 موظف دخلوا من الانتخابات لهلأ أنا معلوماتي أكتر بدلتزم بالذي قالت بعضه وزراء الحكومة طيب كيف توظفوا ال5000 و570 ناشحين ما يسقدم المدنية تحت عنوان توازن بالبلد بنوقفهم كثيرة هي مداخلات النواب عن التوظيف العشوائي خلال جلسات أعطاء الثقة للحكومة هذه الطبقة السياسية التي أدخلت إلى الإدارات أكثر من 5500 موظف هؤلاء يتفرجون على التحايل والزبائنية والرشوة الجماعية الانتخابية تصريحات عديدة تتحدث عن هذا التوظيف واتهامات لقوة سياسية مختلفة الجديد حصلت على نسخة عن التقرير الرسمي المرفوع من التفتيش المركزي إلى لجنة المال والموازنة والذي يشير إلى نحو 4350 تعاقد مخالف للقانون منذ آب 2017 ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا التقرير وكشف الجهات التي تمنعت عن تسليم معلوماتها إلى التفتيش المركزي وأكثر الوزارات التي وظفت لا بد من معرفة أسباب هذه المخالفة مطلب آخر من الحكومة أن تقدم لهذا المجلس تقريرا مفصلا عن توظيف فقد نصت المادة الواحدة والعشرون من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 الصادر في آب 2017 على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته إلا بقرار من مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث طلبنا مش رح نطلب وهو رح وجه رسالة للتفتيش المركزي ولمجلس خدمة المدنية زودونا بأحصاء وتقرير مفصل يعني يتضمن تقرير مفصل بالتوظيف ما يسمى بالتوظيف المقنع هذا التكليف من لجنة المال والموازنة إلى التفتيش المركزي لم يلقى تجاوبا من عدد من الإدارات إذ يظهر التقرير أن عددا من البلديات والقائم مقاميات لم تستجب ولم تعطي إدارة الجمارك أرقامها للتفتيش هذا فضلا عن مؤسسات أخرى ومن بينها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترأسها ابنة رئيس الجمهورية وبحسب التقرير فأن العدد الإجمالي للموظفين يصل إلى 92 ألف باستثناء موظفي السلك العسكري أما الذين تم التعاقد معهم بعد قانون السلسلة فيصل عددهم إلى نحو 4350 عامل أبرزهم في وزارة التربية حيث تم توظيف أكثر من 3200 عامل أما في هيئة أجيرو فيصل العدد إلى 453 موظف كذلك في المستشفيات هناك أكثر من 200 ووزارة الخارجية 75 موظف والباقون موزعون على وزارات وإدارات عدة هي أرقام منقوصة بانتظار تجاوب باقي المؤسسات في الدولة مع التفتيش المركزي لاكتمال تقريره وبحسب رئيس التفتيش القاضي جورج عطي فأنه بصدد اتخاذ إجراءات والتشهير بكل الذين لم يتجاوبوا مع طلبه من بين هذه الأعداد نحو 800 موظف قانونيين بقرار من مجلس الوزراء وعبر مجلس الخدمة المدنية بحسب رئيس التفتيش أما العدد الباقي فهو مخالف للقانون هيدا تقرير مجلس خدمة المدنية صار معي لكن ناطر تقرير التفتيش وعند وصول تقرير التفتيش المركزي رح بدعي لجلسة وما رح بستسني حدا هيدا اتفاق عملته مع زملائي بلجنة المال التقرير أصبح بعهدة رئيس لجنة المال والموازن إبراهيم كانعان الذي أكد في اتصال مع الجديد دعوة جميع الوزراء الذين وقعوا على التوظيف لمعرفة الأسباب وإحالة كامل المعطيات إلى مجلس النواب للمساءلة مشيرا إلى أن المرجعية في البت هو مجلس شوراة دولة لإبطال هذه التوظيفات المخالفة وإلى حين المحاسبة يبقى الموظفون الجدد في مهامهم بطواقع من وزراء لم يؤتمنوا على تطبيق القانون هادي الأمين قناة الجديد